كابتن جرجس انت بيبقى معاك متسابقين في البطولات دي بيبقوا فيه اكيد انت شفت الناس بيبقوا يعني معروفين اكتر او دخلوا البطولات دي اكتر منك او اقدم منك شاف موضوع البطولات في الجزئية بتاعت القوة البدنية دي انت ازاي بتشتغل على نفسك علشان توصل لمرحلة انك بطل مصر والعالم او مش العالم بطل مصر والعرب اوكي هي طبعا في البطولة خالص اول اما دخلت في اول بطولة وربنا كرامني فعملت في اول جمهورية انا راجل مدرب ممكن اشتغل بدماغي وبتاع اه طبعا ممكن اشتغل بدماغي بس مفيش حد هيارف يركز على نفسه مية في المية لازم حد يكون شايفني من فوق فكان كابتن محمد سعيد واحد موجود في المطش راجل كويس جدا اول مرة اول معرفة ليا بيه دخلت لقاني بشي الحديد قلت له كابتن ممكن تساعدني فوقف معايا وساعدني وكل حاجة راجل محترم يعني بس فمن وقتها حبيت بقى الموضوع وقلت ان انا لازم حد يركز معايا فروحت اكلمت قلت له كابتن عاوز اتمرن معك وكده برغم ان انا راجل مدرب يعني هو برضو بيجرامي ذات نفسه يعني كابتن رامي السباقي يعني بطل بطل اولمبيا هلاقي في حد برضو بيمرانه فاللي عاوز ينجح لازم حد يقوده في مشهوره حلو خالص طيب قولنا كده كابتن ايه المسابقات اللي دخلتها وكسبت ايه اول السنة اللي فاتت شهر واحد دخلت تجارب العرب عملت الحمد لله ده اسم المسابقة تجارب العرب كنا بنلعب هنا يعني بنيجي نعمل مثلا منتخب بيعمل بطولة اللي بيعمل فيها اول او تاني او تالت بيقدر انه يطلع يشارك في البطولة لازم طبعا يكون نعمل حديد كويس فالحمد لله ربنا كرمني عملت اول فاول بطولة شاركت فيها اتأهلت التغارب عرب عملت فيها تاني تمام كان كابتن محمد سعيد برضو اداني برضو التوجيهات وكده خلصت البطولة دي حبيت ان انا اتابع بقى معاها فربنا كرمني بعديها طلعنا برضو بطولة بنش بريس في اسكندرية ربنا كرمني برضو عملت اول كان وقتها مزاني سابعة وستين كيلو اول بطولات السنة دي وزنك انت يعني الشخص وزني الشخصي سبعة وستين بس الرجالة بتشوف البطولات ارقام قوي جدا يعني ببتدي بقى افكر بقى مين في السبعة وستين كيلو بيشيل ايه عشان خاطر احاول ان انا اكسف مجوداتي ان انا اعدني اوزان بس برضو مع الحرص عدم الاصابات والكلام ده الاصابات بتقعد مدة كبيرة جدا من التمرين السنة الجديدة الحمد لله ربنا كرمني شاركت في بطولتين عملت فيها اول لعبت بطولتين وراء بعض بطولتين جمهورية عملت في واحدة اول جمهورية وعملت في التاني تاني جمهورية الحمد لله هلو طيب انت بتدرب شباب ولا بتدرب بنات ولا بتدرب اطفاء يعني بتدرب مين بتدرب ولاد وبنات ناس كبار ناس صغارين اه طبعا طبعا ما فيش مشكلة خالص طيب ممكن الصور هي معنا ده بفور ان افتر ده جورج اشتعال عن نفسه تلع شهور عمل ترانسورميشن كويسة جدا ودراجل يعني ده عنده كم سنة؟ عنده 16 سنة شكله صغير ده ماركو ماركو كم مليانت؟ اه وعمل فورمة الساحل عشان كم يقدم في جيش اوكي طب انت معاك مش بيعملوا الفورمة بس بيخسه كمان؟ هو طبعا بيخسه بنعمل فورمة وكل حاجة بس الاحسن بقى من ده ان احنا نبتدي نتجه لبطولات يعني اللي بيحط نفسه في مجال الرياضة ما هو مش راح يعمل نتيجة ويمشي لان احنا ما ننفعش نجي نخش الجم اقول ايه انا خلاص انا داخل اعمل فورمة وهمشي هتمشي هتتخان تاني هترجع الفورمة اللي احنا عملناها بوز فلازم يبقى في عندك تارجت كبير انت عاوز توصله الحاجة اللي كلها رياضة اه طبعا تمرين طبعا وتغزية تمرين وتغزية بس اوكي حلوة خالص وده بردو بفورة افتر مختلف بردو عمل شغل جامد جدا كان مياه حاجة واربعين نزل لحاجة وتسعين كيلو بردو عمل شغل ممتاز ده كابتن اندريا مدير جمات بطل عالم ريست كان اول واحد شجع ندخل مجال البطولات ترجمة نانسي قنقر